أكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أن المملكة تساند جهود الحكومة العراقية لتجنيب العراق مآسي الاقتتال والإرهاب فيما أشار إلى أن بلاده تتطلع إلى تعاون أثنائي مع العراق بمختلف المجالات ومنها خطة العمل المشترك المتضمن المشاريع الاستثمارية بين البلدين وسعي إلى ما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين كما نقف مع العراق وشعبه الشقيق ونسادي جهود حكومته في سبيل استقراره ونمائه وحفاظه على أمكانته في ممحط غير عربي وتعجيز الألاقات بين بلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات لخلال مجلس التنسيق السعودي العراقي